سجل الأردن ارتفاعا حدا في إجمالية عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيلول ومطلع شهر تشرين الأول الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من الأسبوع الماضي إذ سجلت أكثر من 6400 إصابة و33 وفات التقرير التالي والتفاصيل أرقام تختلف تماما عن سابقاتها على سبيل المقارنة لا بل أصبحت الإصابات الخارجية نادرة خلال أسبوع واحد سجلت عددات كورونا في المملكة 33 وفاة رحمهم الله لم يكتب لهم أن يبقوا ضمن خانة الإصابة التي وصلت لأكثر من 6500 حالة نشطة وفقا لبيانات التقرير الأسبوعي الخاص بعدد حالات الإصابة وهي 6510 منها 6445 إصابة محلية أما حالات الشفاء فكانت 815 حالة خلال أسبوع معادلة إجراء الفحوصات يبدو أنها ترتبط بأعداد الإصابات حسب خبراء الأوبئة حيث تم إجراء 110667 فحصا خلال الأسبوع الماضي إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة هذا الأسبوع أهمها إصدار أمر الدفاع رقم 17 الذي يغلض العقوبات على كل من لا يلتجم بالتدابير المفروضة أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم أمر الدفاع رقم 17 لسنة 2020 الذي تم بموجبه تعديل أمري الدفاع رقم 8 و16 لتغليض العقوبات على كل من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصة أيضا تم تعديل تعليمات الحجر المنزلي للقادمين من الدول الحمراء لتصبح 14 يوما بدلا من سبعة وإعادة فتح الصلاة والمطاعم والمقاهي ضمن شروط محددة أيضا إعادة فتح المساجد والكنائس وفق آليات مشروطة واستمرار تعلم الطلبة من الصف الرابع إلى الحادي عشر عن بعد لمدة أسبوعين إضافيين كما تم عزل بلدة القصر في محافظة الكرك وفرض حظر شامل للتجول فيها إضافة إلى عزل مخيم البقعة وجزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة مع فرض حظر التجول الشامل بناء على هذه المعطيات التي تتزايد فيها أعداد الإصابات بشكل مضطرد تبقى المسؤولية موزعة على عاتق أفراد المجتمع والقطاع الطبي بالالتزام أملا بعدم تفشي الوباء على نحو لا يمكن السيطرة عليه